استنكر مستشار هيئة الحجر الشعبي لشؤون الايزيديين الشيخ مراد كالو قتل خمسين امرأة ايزيديا في سوريا على يد تنظيم داعش الارهابي مطالبا بتصنيف هذه الجريمة كجرائم الابادة الجماعية لاطلاع العالم على مظلومية المكون الايزيدي نستنكر وندين بشدة قيام تنظيم داعش الارهابي بقتل خمسين امرأة ايزيديا وقطع روسهن في سوريا والتي عثرت عليه قوات النخبة البريطانية على جثثا في منطقة الباغوز السورية في ريف دير الزور التي كانت اخر معقل لداعش وهي جريمة جديدة تضاف الى سلسلة الجرائم الاجرامية البشعة لعسابات داعش التكفيرية بحق ابناء المكون الايزيدي في العراق واننا في الوقت الذي ندين ونستنكر بشدة هذه الجريمة النكراء الغادرة بحق النساء الايزيدياد واللواتي هن ضمن ثلاثة الالاف ايزيدية كما نطالب بادانة هذه الجريمة من قبل المنظمات الحقوقية والدولية وتصنيفها ضمن جرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية والعمل على توثيقها واطلاع العالم عليها والاهتمام بمظلومية المكون الايزيدي